لنفترض أنني خرجت للمقهى مع مجموعة من الأصدقاء في ليلة ما وأدركنا أن هناك فرصة جيدة لكسب المال عند بيع الجوارب على الإنترنت لذا قررنا إنشاء شركة أولا قمنا بكتابة خطة للمشروع وفي مرحلة كتابة خطة المشروع هذا كان كل ما ساهمنا به كأفراد ما يعني أننا سنكون مالكي حصص متساوية وسأفترض أن عددنا كان خمسة يمكنك الخوض في خطوات تأسيس شركة بترتيب مختلف يمكنك البدء بخطة المشروع أو البدء بخطوات تأسيس الشركة وسأفترض أننا سنبدأ تأسيس الشركة وسأشير للشركة من خلال مخطط الميزانية العمومية ما هي أصول الشركة وما هي كمية الدين أو الالتزامات ويمكننا الحديث بعض الشيء حول أي نوع من أنواع الشركات ستكون إذن لنبدأ بالأصول إنها مجرد فكرة أعني يمكنك القول بأن عملية التخطيط للمشروع قد تتخذ خطوات عملية لكنها تبقى مجرد فكرة الآن من ثم لا توجد هناك أي التزامات حالية حيث لا تدين الشركة لأحد في الوقت الراهن وتعلمنا في فيديوهات الميزانية العمومية وأحثكم على مشاهدة فيديوهات الميزانية العمومية قبل مشاهدة هذا الفيديو لكن بشكل عام نعلم أن الأصول تساوي الالتزامات مضافا إليها حقوق الملكية إذن هذه هي الأصول والتي تتمثل في فكرة المشروع وقد تضيف مواهبك الإدارية في بداية الأمر بالرغم من أنها ليست ذات مردود في البداية هذه هي الأصول التي يملكها الأصدقاء الخمسة مجتمعين لا يبدو أننا حصلنا على أي قروض في بداية الأمر في هذه الحالة الأصول تساوي حقوق الملكية سأكتب ذلك بلون بني لا توجد هناك أي التزامات لكن لدينا حقوق ملكية فقط وتمثل حقوق الملكية الأصول التي يملكها المالكين على سبيل المثال لم أفترض أي أرقام هنا وهذا يعود لسبب خاص لكن لو افترضنا أن قيمة الأصول تساوي 10 ملايين دولار وكانت الالتزامات تساوي 5 ملايين دولار إذا كنا ندين لأحدهم بخمسة ملايين دولار فهذا يعني أنه تبقى بحوزتنا خمسة ملايين دولار حقوق ملكية وهو ما يملكه أصحاب الشركة إذن قررت أنا وأصدقاء الأربعة أن نكون مالكي الشركة وبحصص متساوية حيث سنتقاسم حقوق الملكية بيننا في خمسة حصص متساوية إذن سنختار رقما عشوائيا ولنفترض أن عدد الأسهم يساوي مليون حصة ما يعني أن كل منا يملك 200 ألف حصة في الشركة كان ذلك رقما عشوائيا وفي العادة تقوم بتعيين قيمة لهذه الأسهم في البداية لنفترض أن قيمة هذه الأسهم تساوي عددا من السنتات للحصة الواحدة لكن لن أخوض في طرق تعيين عدد الحصص وسعر الحصة الواحدة يكفي أن نفترض أن عدد الحصص يساوي 200 ألف حصة للمالك الواحد في هذه الشركة من ثم تذهب البقية إلى الصديق الأول ومن ثم الثاني والثالث والرابع هذه هي حقوق الملكية وأشرنا مسبقا أن العدد الإجمالي للأسهم القائمة يساوي مليون سهم لكن لا تكفي مجموعة من الأشخاص الذين لديهم النية لبدء شركة ومجموعة من الأفكار على ورق لبدء شركة ما إذ يتوجب علينا أن نصمم موقعا إلكترونيا خاصا بالشركة ونقوم ببعض البرمجة وربما يجب أن نملك مخزن ونقوم بالتسويق للشركة وسيتوجب علينا ترك وظائفنا كي نتفرغ لإدارة المشروع بشكل كامل إذن سيتوجب علينا توفير بعض المال لتوظيف مهندسين وحتى نتمكن من الاستقالة من أعمالنا كما ويتوجب علينا توظيف بعض مختصي التسويق وما إلى ذلك إذن من أين سنحصل على المال إذن هنا يأتي دور رأس المال المخاطر وغيره من طرق التمويل لقد سمعنا بهذا المصطلح من قبل وأعتقد أنك يمكنك تصور ما يعنيه ذلك نوعا ما ينقسم عالم مستثمير رأس المال المخاطر إلى فئتين من المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم عند مراحل مختلفة من المشاريع إذن تسمى الفئة الأولى منهم بالمستثمرين الملائكة وفي بعض الأحيان لن يطلق هؤلاء المستثمرين على أنفسهم مستثمرين رأس مال مخاطر لا أريد أن أعطي صورة نمطية عن هؤلاء المستثمرين لكن هؤلاء يشبهون أولئك الذين حققوا مكاسب كبيرة في الثمانينات وأصبحوا الآن يملكون مليارات الدولارات ثم أرادوا المساهمة في أفكار خلاقة كتلك التي فكرت فيها أنا وأصدقائي إنهم أشبه بعمك الثريء الذي يقول سأعطيك بعض المال لتستثمر في ذلك غالبا ما يقوم هؤلاء المستثمرين بتقديم المال في مراحل مبكرة من المشروع إذن قد يوافق هؤلاء الناس على التمويل في بداية المشروع ومن ثم سنتحدث عن من يقدمون المال بعد ذلك سأتحدث عن الأنواع الأخرى لأصحاب رأس المال المخاطر لكن بشكل عام قد يعني رأس المال المخاطر أشياء كثيرة لكنه يعني وجود من يود المراهنة على شركتك ويأمل أن يكون قد أعطاك ما يكفي من المال لتبدأ به مشروعك لنفترض أننا اتجهنا إلى مستثمرين ملاك وسألناه رأيه حول ما إن كانت فكرة بيع الجوارب عبر الإنترنت جيدة أم لا حيث تعد الجوارب بضاعة يستهلكها الناس أسبوعيا بل ويمكننا عمل خدمة التسجيل الدوري للجوارب بحيث يحصل الزبون على عشرة أزوات شهريا وما إلى ذلك يمكننا توزيع بعض الهدايا وغيرها من الأشياء الجميلة على العملاء ولكن قد يرفض أول تسعة مستثمرين تمويل المشروع لاعتقادهم بأنه مشروع سخيف لكن سنفترض أن العاشرة قد أعجب بالفكرة واعتبرها مثيرة للاهتمام بالتالي سندخل معه في مفاوضات من ثم سيوافق على منحن المال لكن سيتساءل عن العائد الذي سيحصل عليه مقابل الاستثمار في هذه الشركة فضلا عن نسبة الأرباح التي سيخرج بها المشروع سيقودنا هذا الأمر إلى خطوة تسمى بالتقييم لنفترض أننا بحاجة للحصول على خمسة ملايين دولار من المستثمر لبدء المشروع نحتاج لخمسة ملايين دولار سنكتب ذلك هنا هذا هو المقدار الذي نحتاجه من ثم يوافق المستثمر الملاك على ذلك تكفي هذه الملايين الخمسة لأن نترك أعمالنا الأصلية ومن ثم يمكننا تلقي راتبا من الشركة يمكننا توظيف عدد من الموظفين واستئجار بعض المكاتب ونقوم بما يلزم لبدء الشركة ومن المفترض أن تغطي الملايين الخمسة كل ذلك لمدة سنة أو إثنتين على سبيل المثال وفقا لتكاليف المشروع لكن على ماذا سيحصل المستثمر مقابل تمويل المشروع بخمسة ملايين دولار إذن للوصول إلى تلك النتيجة يتوجب علينا تحديد قيمة ما كان بحوزتنا قبل قدوم المستثمر أليس كذلك؟ لاحظ أنني عندما قمت بكتابة هذه الميزانية العمومية لم أكتب قيمة هذه الأصول ما هي قيمة الأصول؟ يتم تقدير قيمة الأصول بعملية تسمى بالتقييم تتم هذه العملية قبل توفير التمويل من أي من المستثمرين ويطلق عليها تقييم ما قبل البدء بالاستثمار وسأتحدث عن أهمية هذا التقييم بعد قليل لأنه في حال وافقنا ووافق المستثمر الملاك على هذا التقييم وبلغت قيمة الأصول قبل التوجه إلى المستثمرين الملائكة خمسة ملايين دولار إذن في حال تمت الموافقة أصبحت قيمة الأصل تساوي خمسة ملايين دولار سنرسم ذلك بلون مختلف سأرسمها بشكل أصغر إنها مجرد فكرة من ثم سأرسم الحصص لدينا مليون حصة أملك منها مئتي ألف حصة وتم توزيع الثمانمائة ألف حصة الأخرى على أصدقائي هذه مليون حصة أو أسهم قائمة إذن إذا كانت هذه الفكرة جيدة فسيوافق المستثمر على تمويلنا حتى اللحظة لدينا خمسة ملايين دولار إذن كل ما نملك الآن قيمته تساوي خمسة ملايين دولار من ثم إذا أعطانا المستثمر خمسة ملايين أخرى ستصبح في حوزتنا خمسة ملايين دولار أخرى سيعطينا خمسة ملايين دولار أخرى ليملك بعدها خمسين في المئة من الشركة سيمتلك كل الأسهم الموجودة هنا حسناً ما آلية عمل هذه الشركة؟ لو فكرت في الموضوع هذه هي الشركة بعد التمويل أليس كذلك؟ إذن لنفكر في ذلك من خلال عدة طرق تبلغ قيمة هذه الفكرة خمسة ملايين دولار ما قيمة الملايين الخمس هذه؟ هذه ليست خدعة ولكن قيمة هذا المبلغ تساوي خمسة ملايين أليس كذلك؟ إذن ما هو تقييم ما بعد الاستثمار؟ عند الحديث حول التقييم فنحن نتحدث حول قيمة الأصول خاصة أننا لا نتعامل مع ديون في هذه اللحظة فكل الموجود على الجهة اليمنى هي حقوق ملكية لنكتب ذلك لا توجد أي التزامات هنا بعد وبشكل عام عندما تقوم بإنشاء شركة ناشئة إذا أردت إنشاء شركة ثم اتجهت إلى البنك المحلي وطلبت الحصول على قرض فلن يوافق البنك على طلب على الفور ويعود السبب وراء ذلك إلى أنه في حال كانت لديك فكرة مشروع ولكن لم يتم بدء العمل به بعد مما يعني عدم وجود أي تدفق مالي فسوف يدرك البنك عندها بأنك لن تقوم بسداد قيمة الدين ما يعني أنك لن تتمكن من الحصول على القرض قبل إنشاء الشركة واستقرارها ربما يمكنك إصدار ضمانات وسأتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل ربما يمكنك جعل منزلك كضمان أو شيء من ذلك القبيل لكننا نفضل عدم القيام بذلك إذن تكمن الطريقة الوحيدة لتمويل المشروع في هذه المرحلة المبكرة في إصدار حقوق الملكية بالرجوع إلى ما كنا نتحدث عن ما هو تقييم ما بعد الاستثمار لقد أشرنا سابقا بأن قيمة التقييم ما قبل الاستثمار لفكرة المشروع بلغت 5 ملايين دولار الآن في حال وافق المستثمر الملاك وكان بحوزتنا 5 ملايين دولار فسيساهم المستثمر ب5 ملايين أخرى ما قيمة الأصول الكلية الآن؟ حسنا إذا جمعنا الأصول معا إذا اتفقنا أن هذه الأصول قيمتها 5 ملايين دولار تتصبح قيمة الأصول الجديدة تساوي 10 ملايين دولار أليس كذلك؟ كان ذلك تقييم ما بعد الاستثمار عند التفكير بهذه الشركة بهذا الشكل ساهمت أنا وأصدقائي بنصف قيمة الشركة بينما ساهم المستثمر بالنصف الآخر من المنطقي أن يمتلك المستثمر 50% من الشركة لكن كيف يتم توزيع هذه الحصص؟ حسنا لن أقوم بتوزيع أسهمي ولا أسهم أصدقائي سنحتفظ جميعا بالأسهم إذن لدينا هنا خمسة مجموعات تتألف الواحدة من 200 ألف سهم والتي تم توزيعها على كل منا حسنا كان أولئك أصدقائي الأول الثاني الثالث والرابع إذن سنصدر مليون سهم أخرى ونعطيها للرجل الثري أي المستثمر الملاك بحيث ينظم لمجلس الشركة يستطيع مجلس الإدارة المواثقة على إصدار الأسهم الجديدة وهو ما فعلناه ومن ثم بيعنا السهم بسعر خمسة ملايين دولار إذن بدلا من أن يكون للشركة مليون سهم يصبح للشركة مليوني سهم يتناول بعض الناس مصطلح التخفيف أليس كذلك؟ لأنه في السابق كنت أملك مئتي ألف سهم من مجموع مليون سهم أي في السابق كنت أملك عشرين في المئة من قيمة الشركة لكن ما نسبة الأسهم التي أملكها الآن؟ لقد قمنا بمضاعفة عدد الأسهم بالتالي أصبحت أملك عشر في المئة من قيمة الشركة بالتالي سيذكر البعض أن أسهمي قد تم تخفيفها لكن هذا ليس ما حدث وذلك لأن ما حدث حقيقة هو زيادة في رأس مال الشركة أصبحت الآن أملك عشر في المئة من حصص شركة باتت قيمتها تساوي الضعف مقابل عشرين في المئة من شركة بنصف القيمة إذا كنت تستوعب ذلك فهذا يعني أن لا اختلاف قد طرأ على حصتي أليس كذلك؟ أصبحت أملك عشر في المئة من الملايين العشرة والتي نظريا يجب أن تساوي مليون دولار من الأصول في السابق كنت أملك عشرين في المئة من خمسة ملايين والتي أيضا تساوي مليون دولار إذن إذا كنت مقتنعا بهذا التقييم وقمنا بتشغيل بهذه الملايين الخمسة وفي الحقيقة دعوني أقوم بالخطوة التالية ولكن في الحقيقة لقد شارف الوقت على النهاية سنستمر في الحديث عن ذلك في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر